بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وصحابته الطيبين الطاهرين وبعض حديثنا معكم عن السعادة الحقيقية والسعادة الحقيقية إنما تكون في قربك من الله السعادة الحقيقية إنما تكون في ذكر الله سبحانه وتعالى فما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله وقف النبي صلى الله عليه وسلم على جبل يقال له جمدان وجمدان هذا جبل منعزل عن الجبال فالجبال هي عبارة عن سلسلة من الجبال متصلة لكن هذا الجبل منفرد فتذكر المفردون أي الذاكرون فقال سبق المفردون سبق المفردون قالوا من هم يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات هؤلاء هم أهل السعادة في قربهم من الله في أنسهم بربهم سبحانه وتعالى فما طابت الدنيا إلا بذكر الله وما طابت الآخرة إلا بعفوه لأن الذي يملك العفو يوم القيامة هو الله سبحانه وتعالى وما طابت الجنة إلا برؤية الحق سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم ومر النبي صلى الله عليه وسلم على جماعة يجلسون في المسجد فقال ما أجلسكم قالوا يا رسول الله جلسنا نذكر الله سبحانه ونحمده على ما من به علينا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم آه الله استحلفهم بالله آه الله ما أجلسكم إلا هذا أي لتذكروا الله سبحانه قالوا ما جلسنا إلا لذكر الله فقال لهم أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم يعني لا أشق في كلامكم ولكنه جاءني جبريل فقال لي إن الله يباهي بكم الملائكة السعادة في هذه المجالس التي ترفع فيها أسماءنا إلى الله سبحانه وتعالى عندما تأتي الملائكة بأسماء الذاكرين إلى رب العزة سبحانه وتعالى عندما يصل العبد إلى درجة الرضا عندما يذكر في الملأ الأعلى فقد قال بعض الصالحين مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما زاقوا أطيب ما فيها قيل وما أطيب ما فيها قالوا الأنس بالله ومحبة الله وقد قال بعضهم إنه ليمر بالقلب حالات من الأنس بالله وهذا الأنس ناتج عن الزكر أنسك بربك محبة الله لك فالمحبة إنما تكون من الله للعبد فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون ما أطيب ما فيها الأنس بالله ومحبة الله إنه ليمر بالقلب حالات من الأنس بالله نقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا العيش الطيب وفي مثل هذا الحال الذي وصلنا إليه إنهم لفي عيشا طيب هؤلاء بأنسهم بربهم سبحانه وتعالى وصلوا إلى هذه الحالة من الطمأنينة والسكينة والرضا الذي زكره الله سبحانه وتعالى في قوله هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين لتفهموا من هذا المعنى أن الطمأنينة والراحة يضعها الله في قلب العبد هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم فهذه الراحة التي يملكها الله سبحانه وتعالى فإذا كنت قريبا من ربك زاكرا لمولاك رزقك الله راحة البال والطمأنينة والسكينة والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم وقد تكون السعادة في زوجة صالحة أو في جار صالح فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع من السعادة المرأة الصالحة من السعادة الجار الصالح من السعادة المركب الهني من السعادة المسكن الواسع من السعادة إذا أصبحت راضيا معافا في بدنك فهذه من السعادة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما ملك الدنيا كلها ولكن السعادة الحقيقية تتجلى في القرب من الله تتجلى في ذكرك لمولاك سبحانه وتعالى فنسأل الله أن يوفقنا لذكره فما طابت الدنيا إلا بذكره وما طابت الآخرة إلا بعفوه وما طابت الجنة إلا برؤيته واجعلنا من الذاكرين الشاكرين هذا والله ولي التوفيق